موسيقى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها المسلمون أخرج الإمام عبد الله بن وهب في جامعه والإمام أحمد في مسنده والخرائطي في مكارم الأخلاق والحاكم في مستدركه وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة طعمة وفي لفظ وعفة مطعم عباد الله هذه هي الأربع التي اختصر رسول الله صلى الله عليه وعاله وسلم فيها حظ المؤمن إذا نال هذه الأربع وحذي بها فلا يضره ما فاته ما فاته من حطام الدنيا وزينتها هذه الأربع خسال إذا تأملناها نجد أنها اختصرت الإسلام كلها واختصرت حياة المسلم كلها أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا أول هذه الأربع حفظ الأمانة حفظ الأمانة والأمانة جماع الدين كله فإنها تشمل الأمانة التي بين العبد وبين ربه والأمانة والأمانة التي بين العبد وبين نفسه والتي بينها بينه وبين الخلق هذه الأمانة هذه الأمانة هي التي كلفها الله عز وجل الإنسان وأخذ منه العهد والميثاق وحملها الإنسان منذ بدء الأمر قال تعالى إننا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فابين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وهذه الأمانة التي أبى تلك المخلوقات الجسام أن يحملنها أبت السماوات والأرض والجبال مع جسامة خلقهن وعظمتهن لكنهن أشفقن منها وحملها هذا الضعيف هذا الكائن الضعيف الصغير الضئيل الذي لا يسوى شيئا أمام هذه المخلوقات العظم حملها الإنسان لظلمه وجهله لأنه لا يدري دخامة المسؤولية وأراد الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان الكائن الصغير أن يحمل هذه الأمانة ليستحق محل التكريم عند ربه الذي قال ولقد كرمنا بني آدم فهذه الأمانة تشمل الأمانة التي بينك وبين ربك التي أعهد إليك أيها الإنسان أن تعبده ولا تشرك به شيئا وأن تؤمن بما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسله من الآيات والحكم والمواعذ وأن تصلح ما بينك وبين بني جنسك وتعطي كل ذي حق حقه ولا تذلم أحدا هذه هي الأمانة التي أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه في غير ما آية من كتابه أخبر الله سبحانه وتعالى عن أهميتها وعظمها فقد أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يؤد الأمانة أن يؤد الأمانة إلى أهلها وأمر الله سبحانه وتعالى إباده المؤمنين أن لا يقونوا هذه الأمانة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها يا أيها الذين آمنوا لا تقونوا الله والرسول وتقونوا أماناتكم وأنتم تعلمون ووصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين يرثون الفردوسة هم فيها خالدون وصفهم بأنهم الذين هم لأماناتهم وعهدهم رعون وهذه الأمانة هي التي أكد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنها في غير ما حديث من ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد وفي الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمن رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الأمانة التي نزلت في جذر قلوب الرجال وعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفعها فقال عليه الصلاة والسلام ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فكان منتبرا وليس فيه شيء فصار الناس يتبايعون ولا يكاد أحد منهم يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا ويقال للرجل ما أعقله وما أضرفه وما أجلده وليس في قلبه مثقال خردل من إيمان فأصبحت لا أبالي لا أبالي لا أبالي أيك فقد كنت لا أبالي أي الناس بايعت إن كان مسلما رده علي إسلامه وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه وأما اليوم فلا أبايع إلا فلانا وفلانا هكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عن هذه الأمانة بمعناها الشامل الأمانة التي بين العبد وربه وبين العبد وبني جنسه وأن الصحابة أحرزوا هذه الأمانة لما علموا من القرآن ولما علموا من السنة وعملوا بهما ثم بعد ذلك لما بعد الناس عن هذين المصدرين عن هذين الوحيين الكتاب والسنة وعن العمل بهما أخذت هذه الأمانة من قلوبهم فصاروا حسالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم كما جاء ذلك أيضا فيما أخرجه الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم وبزمان يوشك أن يغربل الناس غربلة فتبقى حسالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم فاختلفوا فاختلفوا هكذا فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابع يده فقالوا يا رسول الله كيف بنا إذا كان ذلك سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بهم إذا أصبح الناس حثالة مرجت أي فسدت أماناتهم وأهودهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على أمور خاصتكم وتدعون أمور عامتكم هكذا أصبحت هذه المؤجزة النبوية شاهدة ماثلة أمام أعيننا اليوم قد ذهب الناس وبقي النسناس ذهب الناس وبقيت حثالة الناس قد فسدت عهودهم وأماناتهم وهذه من أمارات الساعة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الساءة قال إذا وصدت إذا ضيعت الأمانة إذا وصدت الأمر فانتذر الساعة إذا ضيعت الأمانة فانتذر الساعة قالوا يا رسول الله كيف إضاعتها قال إذا وصد الأمر إلى غير أهله وهذا ما نشاهده اليوم من ذهاب هذه الأمانة من قلوب الرجال وذلك لبعدهم أن تعاليم جينهم وعن رؤية جلال الله عز وجل والتفكر في القيام بين يديه يوم يقوم الناس لرب العالمين أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم موسيقى اشتركوا في القناة 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 الله سبحانه وتعالى اشتركوا في القناة 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 قناة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة